اشتركوا في القناة واي مجتمع اي بلد هي الثقافة ثقافة البلد ومنهج حياته العراق منذ تأسيس الدولة العراقية على الاقل في الفترة من عام 1921 لغاية 2003 بغض النظر عن شكل النظام ملكي جمهوري يعني لا ندافع عن احد لكن تحدث عن واقع جرى كانت هناك ثقافة كانت هناك ثقافة الحرام والحلال وثقافة الاحترام الاخر ثقافة الشخصية والتربية الشخصية وثقافة الاحترام المدرسة والمعلم والجامعة والتعليم والعلم ونحترم الدكتور ونحترم المعلم ونحترم المهندس ونحترم الاقتصاص هكذا لكن بعد 2003 انقلب كل هذا الحال وتحولت الثقافة إلى سلعة بيد هذه العزاب تصيرها مثل ما تريد لكي تحول المجتمع إلى مجتمع جاهل مع الأسف الشديد وتخرب كل ما تم بنائه بدواعي كثيرة باتهامات كثيرة باطلة حقيقية المهم أن تخرب ومن يريد أن يبني لا يقف عند أخطاء الآخرين إذا كانت هناك أخطاء للآخرين عليك أن يصلح أو يبني تجربة جديدة أحسن من الآخرين لا أن يبقى منتقدا للآخرين وهو واقف مكانه ويفعل ما أسوأ من الآخرين هذا الواقع هكذا يقول كل دول الدنيا حتى في أوروبا كانت بيها مشاكل وكانت بيها مصائب وكانت بيها فقر لكن التجربة كثير من الدول العربية التجارب الآخرين استفادوا من هده ما توقفوا عده ما ظلت هذه خلوها مثل الأصنام والنهار كلها يرجموها وما عدنا غير نلطم عليها خلنبني خلننعمر خلنوقف الإنسان على خلنسامح خلنكون بقلوب مفتوحة بطيبة برؤية وطنية بأخلاق طيبة مصيبة كبيرة لذلك العشرين سنة التي مرت عشرين سنة بائسة جدا سوداء مظلمة مخربة مدمرة سيأتي يوم سيأتي من يأتي وأنا متأكد من هذا وربما أعرف إذا الله طانع عمر سنشهدها سيأتي من يقول للعراقيين اشطبوا هذا التاريخ كله اشطبوا من حياتكم تركوه حتى وراقب بالدراسة بالتاريخ لذكروها لأنه سنوات سوداء وإيام سوداء وهذه لا هي من تاريخكم ولا هي من إخلاقكم ولا هي من مجتمعكم لا الفساد ولا الطائفية ولا الخراب ولا القتل ولا التهجير ولا كل هذا الخراب والفوضى هي من ثقافة مجتمعكم وأعود مرة أخرى للثقافة واحدة من الثقافات التي أشاعوها من أول لحظة هي ثقافة الطائفية يريدون أن نثقف الشعب على الطائفية وخسروها في 2019 كانت ثورة الشباب في 2019 ثورة تشرين أثبتت أنهم على جهل وأنهم خطأ ولا يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهذه الثقافة مقصورة عليهم لأنه لخرج الشباب يعني هم يدعون أنه كانوا من حاضنتهم لكن خرجوا عابريل للطائفية كاريهل للطائفية حرقوا مقرات الطائفية حرقوا مقرات الأحزاب الطائفية وطاردوا المجشيات ولم يقبلوا بها إذن كل هذا كل هذا الذي تعتقدون أنه بناء ثقافي هو خطأ كل هذه المنصات وكل هذه المعرف منه والمنابر لا تعني شيء ستأتي لحظة معينة وهذا الشعب كله يدوسها بقدامه وبالتالي يتبرى منها ويشطفها حتى من تاريخه عموما نرجع إلى هذه القضية فهما من عام 2003 لحد الآن اللي دون إثقافة الطائفية تسود في العراق لكنها لا تسود ومنضمن ذلك قبل أيام كنت أسمع أحدهم في أحد البرامج وكثيرين هم صغعا من أدوهم يعني تحدث عن بجهل ثقافي وجهل تاريخي وجهل ما أعرف الكل يمسى من نفسهم وارخين وكل تحدثون عن تاريخ وحدات غريبة عجيبة يعني لم يشهدها له العراق يعني ما زالوا أحياء الكثيرين وتحدثون عن صفحات في التاريخ ما موجودة أساسا لكن هم يفرضوها هاي خلاص والجاهل من يصدقها مع الأسف الشديد تحدث يعني أنه مكون معين هو اللي يقدم التضحيات ويقدم لماذا تتحدث عن مكونات هذا المكون هويته عراقي قبل ما يكون هويته من أي مكون آخر اللي يريد يبني دولة يتحدث عن هوية واحدة يتحدث عن حراقي لا يتحدث عن شيعي وسني وكردي ومعرف منهم من يتحدث بهذه اللغة مين يبني دولة وهؤلاء يتحدثون بهذه اللغة لذلك لا يبنون دولة انتخاباتهم بهذا الشكل السني ينتخب السني والشيع والكردي ينتخب وسوينا فبالتالي محاصصات من البداية حمليتكم السياسية يبني على محاصصات طائفية ومعرقية وهذا لن يبني دولة وتجربة 20 سنة أكثر من 21 سنة الآن تجربة بائسة ورثة وحقيرة في كل تفاصيل لأنه بنيت على هذا الأساس يعني يتحدث عن مكون معين يضحي وقصص ما أعرف مين يألفها و أنه الآخرين هو قدم هذه التضحيات من أجل الآخرين من أجل مكونات الأخرى لا أعرف إذا قدمت تضحيات فأنت تقدمها للعراق لا يوجد تضحيات لمكون من يريد أن يبني دولة ويجي يزدهر ويجي ينهض بالبلد ويقول أني عندي مشروع وطني ومشروع واني وطني وحب العراق لا يتحدث بهذه اللغة تضحياته لا يتحدث بها باسم مكون تحدث بها باسم العراق ثانيا هو اللي يتحدث باسم المكون يجب أن يكون قدم شيء للمكون هذا اللي يتحدث باسمه ويجي قدمت للمكون ويعني تحديدا تحدثون عن الشيعة مثلا ليش ويجي قدمت للشيعة كل مدن الجنوب ما هذا وضع مبائس أسوأ الأوضاع يعيشوه والآن يهاجرون إلى المدن يتركون مدنهم بالجنوب يجون إلى بغداد وغيرها مدينة مثل بغداد مصمم الاحتواء مليون ونصف الآن أكثر من عشر ملايين مواطني 12 مليون مواطني يسكنون بها كل عشوائيات كلهم استحو وصلت الحال إلى قضية غريبة عجيبة قاومنا الاحتلال ونحن معرف منه عيب معي يا مقاومة كانت هناك مقاومة في العراق باحتلال الأمريكي للعراق قاومت لكن هلن تدعي أنها سنية ولا شيعية ولا كردية والأمريكان كانوا يجروها بهذا الاتجاه يتحدثون عن المثلث ويقولون هذا المثلث السني لكن الناس لم يتحدثون لأسنة كانوا يقولون نحن مقاومين عراقيين قاوم هكذا الناس يريد يقاوم ها وهذا ولا راحة قتلتوهم وحاربتوهم وقفتوا لأمريكان ويدخونا ويددجالين غدهم واللي يبقى من عندهم لو عدمتوله الذي بيتوا بالسجن ومريضها سوى موت وما تطلعوه وتعتبروه أرخابة هذا القيام فبالتالي لا تحملون الناس حمي الشرف العالم كيف نأخرون حمث شرف العالم أنت عراقي غصباً ما عليك تحمي شرف العراقيين والعراقيات أنت عراقي د сделал الشيعة ولا تقولني أنا سني ولا تقولني منheureنا لسنة العملية السياسية كيف قدموا للسنة وأكراد العملية السياسية magnet وشيعة العملية السياسية كيف قدموا للشيعة لا تتحدثون بهذه اللغة لا تتحدثون وانتم معكم غير هذه اللغة تحدثون بهذه اللغة لكي تثيروا الآخرين نحن ونحن وهذه المظلومية جزء منها عيب عشرين سنة مسكتوا الحكومة سويت والآن نتحاسب قدم لي كشف حساب سويت شقدنا نسقط من أموال العراقيين شنو الخراب اللي حل بالعراق عشرين سنة تسويتوا وبالتالي نتحاسب والعراقيين وهذا سيحاسبكم الشعب لا يحاسبكم على هذا الكلام الفارغ مقاومة ما معرف منه ما تقاموا؟ تقاموا الأمريكان والأمريكان هم وانتوا جيت تحت رايتهم وتحت مضلتهم وقاتلتهم وقاتلتهم جيش تحرير وصفقتولهم وعلهلتولهم وقلتوا المحررين وأصدقاء الآن صاروا مزينين ومخش أوادم لأنه إيران بينه وبين بين أمريكا مشاكسات من أجل مصالح معينة ورغم ذلكهم يتخادموا في العراق حتى من يضربون العراق ويضربون سوريا ما يضربون إيران ومن يتحمل النتيجة يتحمل العراق الخايبين المساكين البسطاء الفقراء فالعراقين عدهم عيون تبصر ترى عيون ترى وأذان تسمع وعقول تبصر ويميزون الأسود عن الأبيض فلذلك يميزوكم وأي اللغة لن تشكل ثقافة للعراقين مهما حاولتوا عشرين سنة وفي 2017 طروا لكم شباب صغار يفترض كنتم محوليهم إلى قنابل موقوطة بالطائفية طلعوا ضد الطائفية وعابري للطائفية وقعدوا لكم بالشوارع وقتلتوا ألف من عدم مجرحة ثلاثين ألف منهم هذا الواقع لو لا بميليشياتكم ولم تحترموا لا طائفة ولا تدافعون على الطائفة هذا الحديث من الطائفة والغير تركوا كافي متروك صار الناس ما تعقله ولا تريده ولا تقبله لأنه شافتها بعين وشافت الواقع السويته فالحديث أنه إحنا نريد الباقيين ويانا باقي عراقي أنت عراقي تحدث بلغة عراقية كل العراقين بس تحدث بلغة عالي من أفلان مكون وذاك من أفلان مكون محد وياك رحكون عليك ويجي اليوم اللي حاسبوك به وهذا اليوم مو بعيد يعني يتصوروا بعيد من يتصور أن هناك بنادق تحميه وأن هناك قوى خارجية وإقليمية ستحميه هذا واهم القوى الخارجية والإقليمية والقوى الداخلية ياما في دول كثيرة كانت أقوى منكم وأشد منكم وكانوا يعتقدون وفي لحظة واحدة نهارة كل هذه وستجدون هذه اللحظة قادمة وبعد ذلك ماذا ستقولون المهم في النتيجة أن هذه الثقافة لن تسود في العراق وآل العراق أكثر وعيا وأكثر ثقافة وأكثر علما وأكثر إنسانية وأخلاقا منكم وأكثر دينا منكم فلا يمكن أن يقبلوا هكذا لأن وشائج الصلة بيناتهم والدم بيناتهم شيع وسني وكردي ومسيح ومسلم وصابي ويزيدي وشائج كبيرة جدا عاشوا في هذا الوطن وقاتل وبنوا وعمروا وعاشوا الأحزان وعاشوا الأفراح سوية فلن يقبلوا بهذه الثقافة ولن تستطيعوا أن تحولوا هذا البلد إلى قنبل طائفية أبدا وقت هذه الحلقة قد انتهى أزال مشاهدة نترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة